سألنا من المرتزقة يجب طرد ميسي ويجب طرد ناصر سان جرمن للباريسيين لا للقطريين هذه بعض من الشعارات الغاضبة التي رددها مشجعون نادي باريس سان جرمن للمطالبة برحيل النجم الأرجنتيني لايونيل ميسي واستقالة مالكي النادي القطريين نعم تخيلوا أنهم يطالبون فعلا برحيل ميسي أفضل لاعب في العالم والذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم هذا ما وثقته عدسات الكاميرا حشود من جرمنير وروابط ألتراس باريس سان جرمن وهي تهتف بشتائم موجهة للنجم الأرجنتيني أمام مقر النادي كما شهد الاحتجاج رفع المشجعين مشاعر من النار للتعبير عن غضبهم من تراجع مستوى ناديهم وأداء البرغوث الأرجنتيني في الموسم الأخير يعني له 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 يا ميسي شو صار؟ وكيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ في الحقيقة توترت العلاقة بين ميسي والنادي الباريسي بعد خروجه من دور أبطال أوروبا في عامين متتاليين وفوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم وتلا ذلك تصفير من مشجعي النادي ضد ميسي لنستمع لما قاله أحد مشجعي الفريق إنه أمر جيد للنادي سيكون من الجيد التخلي عن أصحاب الرواتب الكبيرة وفي الواقع ميسي كان يعاني منذ بداية الموسم يوجد عدد كبير جدا من النجوم في الفريق لذا من الجيد تأديبهم في الحقيقة يجب أن تكون صارما هذا أمر مهم ثم كانت القشة التي قسمت ظهر البعير عندما سافر ميسي إلى السعودية من دون أخذ الإذن من النادي الباريسي وتصعد الخلاف المشتعل أساسا بين الطرفين زيارة ميسي للسعودية برفقة عائلته كانت طبعا للمشاركة في حملة دعائية وهو ما يتطلبه عمله كسفير للسياحة السعودية عقب ذلك اتخذت إدارة النادي إجراءات تأديبية بحق النجم الأرجنتيني بإيقافه عن اللعب لمدة أسبوعين إلا أن ذلك لم يخفف من غضب الجماهير الذين أبدوا استياءهم تجاه لاعبين آخرين أيضا فالهتافات الغاضبة طالت أيضا النجم البرازيلي نيمار الذي دخل في سجال حاد مع الجماهير الباريسية وتجمع ما يقرب من مئة مشجع يرتدون قمصانا سوداء أمام منزلي نيمار الغائب حاليا عن الملاعب جراء تعرضه لإصابة وردد مشجعون هتافات مسيئة للنجم البرازيلي مؤكدين أنهم سيكررون تحركهم كل مساء بحسب ما ذكرتكم وسائل إعلام فرنسية بعد تظاهر المشجعين أمام مقر النادي ومنزل نيمار عزز نادي باريس سان جيرمن الحماية الأمنية لمقره ومنازل بعض لاعبيه وورد في بيان له على ألترس النادي ما يلي تدين باريس سان جيرمن بأشد العبارات الأفعال المهينة التي لا تطاق لمجموعة صغيرة من الأفراد والتي حدثت يوم الأربعاء مهما كانت الاختلافات لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال ويقدم النادي دعمه الكامل للاعبيه وإدارته ولكل المتضررين جراء هذه السلوكيات المخزية كما وصفها البيان وتأتي هذه التطورات طبعا مشاهدين قبل بضعة أسابيع من نهاية عقد ليو ميسي مع باريس سان جيرمن ووسط تساؤلات كثيرة عن مستقبل اللاعب الأرجنتيني وزميله البرازيلي نيمار مع الفريق الفرنسي أو وجهتهما القادمة فيما تشير تقارير صحفية بشكل متزايد إلى تلقي ميسي عرضا خياليا رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر